شكرا عين على الحدث أهلا بكم مشاهدين الكرام موعد جديد عدد جديد سنتناول اليوم ما قال هو الوزير الأول عبد العزيز جراد في كلمة ألقاها في ختام لقاء الحكومة بالولات قال أنه حسب الأرقام التي قدمت له فإن عشر إلى عشرين بالمئة فقط من توجهات رئيس الجمهورية طبقت ونفذت مضيفا نقول صحيح هناك مشاكل مالية موضوعية وظرف صحي يعني كورونا وظروف الماضي لكن هناك بيروقراطيون لا يزالون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة الوزير الأول جراد صرح أيضا بأن الفاسدين لا يزالون بالإدارات مؤكدا أن لا مكان لهم في الجزائر الجديدة وأردف جراد الفساد لا يأتي وحده بل بالمفسدين وللأسف لا يزالون بالإدارات الجزائرية والمؤسسات والمستوى المحلي يحاولون بكل الطرق أن يعرقلوا مسارنا ومسار الشعب الجزائري لكن لا مكان لهم في الجزائر الجديد الوزير الأول كشف أيضا أن الجزائر لم تصل بعد لتطبيق الرقمنة في الإدارات وأن من أولوية الأولويات في برنامج الحكومة هو الرقمنة ويجب شروع فيها ومن خلال رقمنة تسيير الإدارة الحكومية خاصة وأن الإدارات لا تزال لحد الساعة تتعامل بالأوراق إذن فساد تقاعس الجماعات المحلية على المحاكسة نناقش أهم المحاورة ونقف عند أهم النقاط بحضور ضيفية الكريمين السيد الأمين عثماني رئيس حزب صوت الشعب مساء الخير شكرا على قبول الدعوة بداية سيد الأمين عثماني مشاكل عديدة لا تزال ترهن حضور الجزائر في انطلاقة صحيحة خليني نقول انطلاقة صحيحة نتحدث عن الفساد نتحدث عن البيروقراطية نتحدث عن تأخرنا في مواكبة التكنولوجيا والرقمنة وواواواواواواوا فمن أين نبدأ الإصلاح سيد الأمين عثماني مشاكل عديدة أولا تحية إلى كل مشاهدي قناة ومن خلالكم إلى كل شعب جزائري أولا من خلال اختيارك ضيف العزيز البروفيسور مختص في المناجمن سيرسقي وكلمة المناجمن كلمة المناجمن لا يخفي على أحد أنه الآن نعيش في إطار الرقمنة في إطار اقتصاد رقمي إدارة إلكترونية صفر ورق هذه تحتاج الآن إلى ثقافة جديدة فلسفة جديدة عفواوا والمناجمن اليوم أعطينا تسيير الجماعات المحلية للمسيرين الإداريين ولكن المنطقة الآن جزائر بحاجة إلى قفزة اقتصادية تحتاج إلى مناجمن إلى مسؤول في إطار الجماعات المحلية يحسن العملية الاقتصادية في تحصيل بغض النظر عن تحصيل الجبائي والأمور الكلاسيكية الآن لفالوراجوتيا القيمة المضافة كيف يمكن خلق الثروة هنا يبقى شقناة بلن هندسة في التسيير هندسة التسيير لأساس أنه مورد بشري مؤهل خاضع لضوابط وضفة الأعباء معينة من خلال القدرة على خلق الثروة بأفكار بتوظيف المورد البشري المتواجد والإمكانيات للجيولوجية والإمكانيات للمورد البشري تعود تعود أنا أردت هذه المداخلة على أساس أنه الاستثمر في المورد البشري هذا هو ضحف الجزائر هو أن الجزائر لم تستثمر في المورد البشري لأن المورد البشري وصنع الثروة الثروة الأساس من باب المقاربة شوف من زوج مدارس كبار في العالم ما كانش عندهم لا ثروات. عندك ألمانيا عندك اليابان. يعني دول مدارس كبرة من خلال الاستغلال في المورد البشري. وكانت معجزة القرى العشرين. اليابان وألمانيا في خلاص القول أن نتشخيص اليوم. القفز النواية في الخطاب السياسي. لأن الإرادة السياسية تبقى غير كافية. نحن في شعب نرى أنه اليوم كانت مصرحة بكشافة وهذا هم شيء. أنه ما تكذبش على الشعب تاعك. ممكن ما زال ما لحقناش نقوله كل الحقيقة. ولكن قول الحقيقة. منطلق جيد على أساس أنه فعلا هناك تقاسع. هناك عدم كفاءة. ونحن ندينا في عدة مرات أن المرجعية الأولى هو اليوم الاعتبار الولاء للكفاءة. لأن العبادة لله. الولاء للجزير. ويبقى روح الشهيد. يجب أن لا توظف كمرجعية ثورية كسجل تجاري. وإنما بالعمل باختيار الكفاءات اللي ميش مخصوصة. يبقى على صانع القرار أن يحسن في اختيار الكفاءات في كل قطعات. لأن المولد البشري مؤهل جزائري. اعتراف دولي على أساس المولد البشري عندما شفنا المولد البشري. خرج جميع الجزائرية. له القدرة على التسيير على مستوى عالي. منصب أساسي. طبعا يبقى اليوم كإرادة سياسية. كسلطة يفترض بمنطلق ثقافة الدولة. أن تحسن اختيار المولد البشري المؤهل في هذا الإطار. لأن اختيار المولد البشري هي بداية الحل. يبقى ثقافة الرقمانات اليوم. كنت رئيس كتل أحرار أكثر من العهدى الثانية هذه. كنت تركز على أساس أن الاقتصاد الرقمي لإدارة الإلكترونية هي أصبحت مسلزمات. ليست اختيار اليوم. ليس نعيشها معزل على العالم. أو اختيار حتمية. ليس اختيار. فيجب أن نتكيف ونسرع هذه الوطيرة. وشفنا؟ كان رأي جمهوريا منتخب مؤخرا. أرادا أن يغير الوضع كبداية مرحلة شاءة الجائحة هذه على كل حل. وش من باب الإنصاف. أنا نقيم الآن الرئيس. لأنه شهر حتى الشهر فيها. وهذه ليست باب المجاملة. ولكن هناك إرادة حقية للتغيير. وهناك قوة في نفس الوقت مضادة. وشي طبيعي. لأنه كان مصالح. لأن العلاقات بين الأشخاص والعلاقات ما بين دول المؤسسات. مش كيف نخلق على المشاعر وعلى المبادئ. أما ما بين المصالح فهي هناك مصالح. ما نطول شو نخلني كلمة للبروفيسور لأنه يفترض حتى الوقت لإعطاء الكلمة. لهذه الاختصاص إعطاء الكلمة للناس على المناجمن. لأنه كلمة المناجمن الآن هذا هو الطايمينغ والآن ليست ضرورة وليست حتمية. بل يستلزم على الجزائر الآن تذهب ذهنية التسيير الأوحادي والتسيير للمؤسسات بالفكر الاشتراكي السابق. قد ولا الآن ذهب إلى فكر التسيير بطريقة عصرية وفق قواعد علمية. جميل. السيد المقرن مصطفى. السيد المين عثماني يارى بأن الانطلاق الصحيح تكون ربما في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب والبدء ضروريا في الاستثمار في العنصر البشري. جميل. إلى هنا كل شيء مفهوم. لكن كيف نستثمر في العنصر البشري وكيف نعول على مسؤول سامي لربما في تسيير ولاية أو بلدية أو دائرة أو مؤسسة ما. في حين أنه هذا المسؤول السامي فشل في أبسط الأمور وهو تطبيق تعليمة. يعني هاي تعليمة هذي يديرها هذي ويطبقها على أرض الواقع لا توجد كيف نعتمد على مسؤول أو نعتمد على شخص أو نعتمد على شخص مثل ما قلت في حين أنه أبسط الأمور في تسييرها في شرفها السيد مصطفى مقران إذن شكرا استضافا شكرا سيلا من أسماني على هذه الحضور. إذن نقول بأنه أولا يجب أن ننظر إلى الأمور بنوع من التريث جميل. لماذا؟ لأن الجماعات المحلية كما نعرف هي الإمتداد الطبيعي للدولة للدولة وال إن صحة تعبير لغوvernement en جنرال. C'est comme si on a un deuxième gouvernement au sein de chaque ولاية. هذا يعني مفروغ منها. لكن نلاحظ بأنه هذا الغوvernement يتكون من الوالي رئيس دائرة ثم يأتي بعد ذلك المنتخبون. نلاحظ بأنه إذا قمنا بنظرة واقعية لهذا ثلاثي هذا الموجود في الجماعات المحلية نلاحظ بأنه هناك عدة يعني ملاحظات يمكن أن نقوم بها. أولا نلاحظ بأنه تغير النظام الحكم إذا النظام الحكم تغير من في ظرف ست أشهر تغير نظام الحكم من نظام إلى نظام نعم. الولاد كانوا يخدمون مع نظام سابق نعم. يجب أن يتحولوا إلى ثقافة النظام الحالي. والثقافة عن النظام الحالي والنظام السابق تختلف تماما وجذريا. ومن هنا نلاحظ بأن الولاد كاين ولاد قاموا بمجهود ذاتي وتغيروا يعني ثقافتهم تغيرت والأفعال ديالهم تغيرت وهناك ولاد ما زالهم بالثقافة السابقة. هذا من جهة. نلاحظ كذلك من جهة أخرى بأن النظام تلك الجماعات المحلية في الجزائر هو نظام يخضع إلى ثقافة. وهذا ثقافة على الجماعات المحلية ينعيط لها دكترين المذهب الاقتصادي نلاحظ بأن الجماعات المحلية في الجزائر متجهة أكثر إلى الجانب الاجتماعي عوض التوجه إلى الجانب الاقتصادي أو توازن بين الجانب الاجتماعي والاقتصادي نلاحظ على سبيل المثال البي بي سي مثلا أي بلدية كانت نلاحظ بأنه ينسلنا وقتا يجي البي لكي يصرف وفي أغلب الأحيان لو كان ندقوا في مصاريف الموازنة نلاحظ بأنه في أشهر الأخيرة من السنة يتم صرف أغلبية الموازنة بشكية حاسب عند في الولاية يقول لك بالليهادارة وصرف يعني إلى فئة نيفور وصرف حاول أنه يجسد مشاريع أو إذن هنا نقول بأنه يجب أن نخرج من هذه الثقافة ثقافة أنه الجامعات المحلية عندها غير الجانب الاجتماعي ونهمل الجانب الاقتصادي ناخد مثال في أوروبا مثلا تتنافس المؤسسات لأنه البلدية ما تخلقش المشاريع البلدية تشجع المستثمرين لخلق المشاريع بلدية ما تخلقش المشاريع إذن من هنا نلاحظوا بأنه يجب أن يكون تنافس بين البلديات من أجل استقطاب المشاريع وأرباب الأعمال يوفر لهم الظروف المناسبة لأنه يتوفر الظروف المناسبة لأرباب الأعمال في البلدية سيتم الحصول على ضرائب هذه الضرائب هي التي تمكن لك باش تقوم بالجانب الاجتماعي للبلدية إذن من هنا نقول بأنه في الظرف الحالي نحن في حاجة إلى أشباه مقاولين داخل رئيس البلدية لازم يكون في نفس الوقت كمقاول في حد ذاته في حد ذاته كمقاول لكي يوفر الظروف المناسبة نقول هنا هل القانون الحالي يمنح كل صلاحيات لرئيس البلدية لكي يوفر الظروف المناسبة للمستثمرين نحظوا بأنه هناك غالبة الوالي على رئيس البلدية رئيس البلدية منتخب قام بوعود نروحوا رئيس دائرة رئيس دائرة في القانون لو نخذوا الأمثلة نخذوا بين رئيس دائرة ورئيس البلدية لم يكن لديه حتى صلاحية ممارسة مع رئيس دائرة على كل حال نقوله شوية الوالي عنده صلاحيات مقننة مقننة لأنه رئيس دائرة هو الانترميديان بين الوالي وفي القانون في الوجود مغاير للقانون في القانون البلدي الولائي ليس مذكور أصلا ليس مذكور أصلا في قانون المركز القانوني لا يوجد مذاكر في قانون الولاية والبلدية الله فيك نحن نادي دائما بإعادة النظر في هذا القانون نقوله بأن الوالي حاليا هو اللي عنده المميز على البلدية كلها نلاحظه من جهة أخرى وهذا معين من الجوفرنمون ونلاحظه من جهة أخرى البي ابي سي رئيس البلدية اللي هو منتخب ما عنده صلاحية كبيرة لكي يقوم بتجسيد وعوده الانتخابية نلاحظه بأنه كما قال الأستاذ عشمالين نلاحظه بأنه كين هناك خلل في بعض الأحيان لأنه المير في بعض الأحيان يوعد أشياء ما عندوش اطلاع عليها وبالتالي لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع هذا مشكل كبير لأنه ما يعرفش الخبايا لأنه ما عندوش تكوين والتكوين هذا مهم جدا ونقوله بأنه ما تقدرش أنت تكون كل ما يجي رئيس بلدية تكونه ويجي رئيس بلدية وستخد تكونه هنا المشكل المطروح مشكل كبير هو أنه هناك خلل كبير على المستوى التطبيقي ونقوله نحن القوانين نقوله بأنه كين بعض الجوانب التي يجب أن نعود فيها النظر أما إذا عودت وليت إلى الملاحظة التي قلتها في المقدمة نقوله بأنه رئيس الحكومة وضع بعض الملاحظات وين يقول بالولات يعني ما تطبقوش تعليمات نقوله بأنه بطبيعة الحال المنجو أكتيال لازم يحس المواطن الجزائري بأنه كين تغيير لازم يحس لأنه إلا ولينا في شعارات نقوله بلي كين تغيير وفي الواقع نلقوا بلي ما كين تغيير ونعود ونقوله للمرحلة وين كانوا يغلقوا الطرقات ويقوله والفوضى اللي صارية في البلديات هذا يقول لي المواطني يقول لك التغيير هذا غير ملموس جميل إذن وبالتالي هنا لدولة مسرة مسرة إصرار كبير على تطبيق هذه الإجراءات هذه المتخذة من أجل تبيين بأنه هناك تغيير راو يمشي جميل جميل سيد لمين عثماني حوالي 80-90% من الإجراءات والتعليمات لم تطبق من قبل الجماعات المحلية على أرض الواقع خلينا نربط هذا الرقم بالدخول الاجتماعي المقبل يعني والذي هو يرتبط بجبهات عديدة الوضع الآن تغير عن ما سابق لأنه كورونا حاضر معنا فكيف لدخول الاجتماعي لربما أن ينجح في حين أنه مثل ما قاله الوزير الأول جراد حوالي 80-90% من الإجراءات والتعليمات لم تطبق الأمر الذي لربما سيصعب نوعا ما من الدخول الاجتماعي المقبل شوف نعود بوليك أظم صوتي رجل العلم سمقران على أساس أنه اختيار الرجال يلعب دور كبير لأنه عنده روح المبادرة سلطة تقديرية عنده الرؤية نحن أقول لك كسلطة لأنه نفرق بين الدولة والسلطة السلطة عندما تختار رجالها ونسائها وتلوحهم في الميدان وعلى المنظومة السياسية الحزبية أن تتجد في اختيار حتى المنتخبين نجد في المستوى لأنه خلينا نقول أنه المسؤولية كانت مشتركة يعني المستوى بعض النواب سمعهم الله يعني كانت خرج مجال التغطية لأنه جزيرة كبيرة علينا وحتى اختيار بعض المسؤولين سواء كانت ولات اليوم كان بعض المبادرات من بعض الولات وبعض المسؤولين يحب يحرك بذهنية جديدة كان اختيار بعض الشباب يعني الحق على مستوى الرئاسة كان ولكن يبقى كالرتم الجماعي في الذهاب إلى القفزة النوعية وانتقال من مجتمع منتج مستهلك المجتمع منتج إلى خلق تلك الثقافة لدى الشعب الجزائري لأن الحس المدني والوعي السياسي وترقية مواطنة راقية ممكن 20% يخسره 80% شوف عندك عملية الحجر وعملية المقاومة على هذا المرض كنا قادرين أنتفادا وكان حس أكثر لأنه 20% من الشعبي لما كان في المستوى وما التزمش سيأثر على 80% 80% الملتزمة لأنه ستسقط نتيج ولكن يبقى اليوم التحدي الكبير اليوم كيف نذهب إلى جزائر هذه الجديدة التي يتغنى بها الشعب الجزائري فعلا اعتراف اليوم رئيس السلطة التنفيذية رئيس الحكومة الذي يقول أن تعليمات على مستوى المركزي لم تنفذ على مستوى المركزي ويبقى لازم أن شخص المسؤولين لا يشغل عنه لأنه حتى الميكانيزم تعالى التنفيذ وعند الوليد وكل الناس تنسي وكل الناس تخاف شيخ تقول لك أي مبادرة وما عند السند القانوني لا تحرك تعليم أولاد غير كافية لأنه شفنا نظام راح كما قال نظام جاء قالوا مشيت بالتعليمات تعليمات لك يا القانون يجب أن تكيف القوانين مع الخطاب مع الرؤية السياسية يجب القوانين تتماشى ولا تتعارض وتكون الفعل المطلوب تطبيقه على مستوى المركزي عنده السند القانوني لأنه غدوة مع القاضاء هم يعترون بالتعليمات هم يعترون بالنص الاجتهاد بحضر نص خليني بها نكون في أحكيان سيفري لغوفرنمار بعد ريونت البرزيدون حب يسرع حب يسرع التغيير لأنه الشعب كراه الحق مدة زمنية كبيرة شف بلاد غنية وشعب طبق المتوسط بدأت تروح وشيقع خلل في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية على الدولة لكن خليني نقول نسمى الأسماء بمسميتها يجب تكون بصيرة يكون بعد النظار فيجب أن مواكبة هذا لا يعني أنه بعض الأمور لأنه ما نهضره ديبا ما زلنا في 2020 نهضر علماء والتري سيتي والسكن المريح أمور ليفترض جزائر تجاوز أكبر دول إفريقيا عندك ميليسي سون ديكوت عندك أكبر صحراء في إفريقيا في العالم عندك موارد باطينية عندك يعني عيب يعني في 2020 ما زلنا أهضر علماء ما زل ما نحكش خليني نكون صريح معك أنا من خلال تجوالي في بعض الدول إفريقية اللي كانت أقل أنا من الجزائر بحكم أنا كناية في البرلمة الأفريقية خليني نقول وكت رئيس بوفت في المشاركة في تمثيل البرلمة الأفريقية في انتخابات سواء كانت رئيسية أو شرعية في إفريقيا شوف عندك في رواندا كي يقالي عندك في بوتسوانا في نيروبي في أدي سبابا في بعد ودول مكانش مجال مقارم على الجزائر يعني يفترض يعني مجال مقاربة يعني لكن يبقى اليوم عن اليوم تحدي نحن ولفن الحكومة ثلاثية سندكال نقابة دخول اجتماعي يعني خلاص هذا الفكر الاشتراكي هذا الفكر خلاص لكن ما زل يفرض روح السلام بالأسف هذي سليميكانيز متع تسير نتالي نديرك مدير التربية كان عندك بروتوكول تصيحها عندك جائحة دونك يفو ما تكذبش أسكو فوزافيلي مويا هل عندك المكانيات بقادر يطبق هذه السياسة أسكو عندك المورد البشري قادر مؤهل يطبق هذا اللي ما عنده يقول ما عنديش مباشرة شوف يفوضوا كيفو الـ 2026 تحنا ما زال مع النشرة كيفو نجمش ندير 2026 تروح مش عيب موش عيب يسميش موكش مليه شوف كل مرحلة يجل لها من نجمش نقول ناس تعايش وتربو في مرحلة معينة سواء تتكيف وتتأقلم الله يبارك ومكمل المسيرة إلا يدروحك أنا كمي خارج مجال التغطية وجه جيل مش عيب سيلا ما نقدش هذا الجيل الغلوغلبية جيل ما زال يفكر بالرقمانة رأي يشوف العالم كيف يتصور رأي عنده يعرف أي بقعة في العالم يشوف أحداث يقرأ العلم يشوف تطورات في إطار رقمانة لو تقوله رقمانة رقمانة هو حاكم عنده أسمع قاعد عنده في الدور في الدار خليه بي فهم مواطن البسيط سي نورمال هو قاعد في عين رمكة ويشوف أي بقعة في برشبرج المختار ويشوف أنا معاك ويشوف أنا معاك ويشوف ويشوف أنا دمي الفناج مع أنا وشنو 44 مليون يعني رقم في السجون في بي كان 52 مليون رقم في السجون هذا يصير مودي العام تعال السجون يصير 55 مليون والشركة مش مفلسة ولا تعتمد على المزان ورباحة مورباحة هم كي يخدمين تعال السجون في الشركة الصينية هنا في الجزيرة ما يخدمون وما عنده فلسفة جديدة شوف شونغاي وشوف ميثاب العالم بين ينجم ونديره وشوف والله اليوم هذا العملاق النائم هذا استيقظ وصباح روي هبل المتحدة روي كل يوم رئيس المتحدة هبله هبله عنده رؤية اقتصادية وواضحة ما لكوش موين طالعا بالعقل لونيفو دفي تعالي في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات وفي الألفينات تغيير رهيب جذري تغيير جذري لأنه مشاوه بشكل جماعي يبقى الخصوصية الجزائرية احنا اللي ديننا واتقاداتنا يفترض احنا عنا في موقع يعني اعطاننا الرب فضلنا في أرض بوقع استراتيجي يعني في تهل أرض يقول لسونترال سلالجيري وعندك مولد بشاري مؤهل يبقى سلطة الضبط كما كان يقول الدولة سلطة الضبط يبقى من جهة تدعي الشباك الوحيد ومن جهة في التصرفات هيا نحن نخذ المثال في كل قطاعات نعم هاك ذو كنت هيا ذو تمرض هيا روحوا لإزرجانس نشوفوا بين الخطاب ونحن نشوفوا لإزرجانس وخي البلاسة اللي تحب نتها وانا شو نقوله ما كانش تطور بصح كان واقع الإمكانية المالية اللي ضخت لقطاع معين بالمقارنة مع الدول أقل شأن منها مغايرة كماما ولكن c'est pas normal على الخدمة كان بعض المولة البشرية كان المدير المستفيد كان في المستوى وعرم يضحوا ولكن بالمقارنة مع الإمكانية المالية اللي يضخط في قطاع هذا مثلا يفترض أنه الأداء في الخدمة تكون أحسن هذا مثال كطاع التربية كطاع تعليم العالية في قطاع احنا بالمقارنة مع الإمكانية المالية اللي ضخت وبالمقارنة مع الإرادة السياسية على أعلى مستوى يبقى لي من غير معقول من غير طبيعي يعني كانت الضخمها دقاء وميسفيتش منها هذا اللي نقول له سونابل التوزيع العادل لثروة البلاد فهمت لأنه كان بقع ري عيشة فيه تهميش كأنه الاستقرار ما قسهاش ورانا في 2020 نتعلمه توزيع العادل نتعلمه توزيع العادل لثروة البلاد ومعك القيمة المضافة يجي الاختصاص يجي له في المناجرنا كيف يعطينا تصور في بناء أقطاب اقتصادية كيف المناطق حرة التبادل مع الدول المستثمر الحقيقي ومعك روح لريفورم بانكر لما نديرو شان كيسي نديرو ديفري بانكي هذا البانكي يدرنا كيسي جميل لحن باباك وكسي دي كيسي وشان بانكي مسخرني هنا مثل اللي كسي درو بسرق بالورقة وستيلو على غرار هذا على غرار هذا على غرار هذا على ضوء ما قول هل روحوا ذوك روحوا ذوك رحا سرمل ولا روحوا ذوك جلفة روحوا لمفتشية نروح لوزارة المالية شو بسجاج وزعمها سعولها بالأرشيف أكل عليها الدهر وشايد بعيدة أولاد فيت روح لنسبكسي أولاد فيت والله مازل بيرو تعمد قيوس مارك عبت مسخر بالناس مارك عبت مسخرواش من هوا واقع اليوم الحقومة على حيث هوا الرئيس جمهور هوا يكشف ولكن الكشفاء هاي سنتهي الكشفاء لازم لها الانطلاق الجديدة سيد لامين عثماني نوع حسين في اختيار الناس يا أخوالي ما تنجمش تروح للدار جميل تعلم تروح للدار يجيني يخدم نناقش نقطة ذكرتها سيلامي أن عثماني مع السيد مقران مصطفى في كل مناسبة يكون مفهوم لربما رقمانة الإدارة حاضرا ولو شكليا يعني لكن فيما الذي يمنعنا من تطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع وتجسيد ويعني تجسيد صحيح أم لربما هناك أمور أخرى أمور خافية ربما حالة دون تطبيق الرقمانة والتكنولوجيا في الجزائر سياموها مصطفى مقران إذن أنا نقول بأنه هناك إذن بالنسبة للرقمانة لاحظوا بأنه أنا قبل ما نذكر لك الرقمانة مدى بيالوك نعرج على موضوع معين اللي هو لنوفو ماناجمينت بيبليك بشكل ماناجمينت بيبليك هذا اللي رأنا نمشو به لازم نفهمه يا جماعب اللي احنا لدوكترين فرنسيز هذه بيوروكراسي سلطة المكتب هذه لا يوجد إيطاب إيطاب لازم سيناتر وليزم ريونيون لازم نديرو ريونيون كوميزيون كوميزيون إكسيط إذا إلي دي باسي هذا الوستيام هذا الواناجمين إلي دي باسي دوكي لنوفو مناجمين الواناجمين الواناجمين يلي سباس سر كوا سر الجسيم بروجيكتف يا أخي تدخل انت ولي انت ولي جيت تحكمه إلي سمحلي نقول لك بلي مكاش ولا قات كايين انو بجيكتيف عندك ولاية ديالك نعطيلك لطن كيلفو تعطيني ام بلان داكسيون نعم البلان داكسيون اللي تعطيه لي تعطيني فيه وش لازم لك إمكانيات مادية وبشرية أنا نوفر لك الإمكانيات المادية والبشرية ونحسبك في نهاية المطاف بعد مدة معينة كين حسبك بعد مدة معينة يا إما نكافيك وكافئك أو يا إما يا أخي نعقبك نحن في الجزائر ما عندناش لا جيسيون بعدش سيد مصطفى أمو قران نعم نحتفظ بالفكرة سوف نتم الفكرة هذه لكن في عدنا فاصل إشاري مشاهدين الأكارم فاصل ونواصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر